اللين لعله يتذكر أو يخشب اللين يكون في الأسلوب لا في المضمون اللين يكون في الأسلوب لا في المضمون فإياك أن تفهم أن اللين يكون في مضمون الكلام إنما اللين يكون في الأسلوب الذي تعرض به خطابك وهذا يجب أن يدقق فيه الإنسان وهو يقرأ القرآن فمثلا تطبيقه على خبر موسى الله أمر موسى وهارون أن يدعو فرعون إلى التوحيد وإلى عبادة الله فلا يعقل أن موسى وهارون فهم من اللين أن يغير الدعوة أن يشرك مع الله واحد أو اثنين أو أنه لا يدعي أنه إله لكن لا يعبد الله ما مشكلة لكن اللين في قضية كيف تطرح التوحيد كيف تقول لفرعون آمن بالله هذا اللين في الأسلوب كيف تخاطبه أما المضمون يبقى هو المضمون فالرجل لا يصلي فأنت تذهب إليه تنكر عليه إنكارا عظيما كونه لا يصلي كيف تنكر هذا اللين الذي أمر الله به أما المضمون يبقى كما هو مبجلا عظيما نحافظ عليه كما أن الأسلوب واللين إذا بقي العاصي على ما هو عليه يتغير يتغير الأسلوب والدليل أن موسى وهارون قطعا عبدان طائعان لله والله قال له ما قول له قولا لينا ومع ذلك قال الله جل وعلا عن موسى أنه قال لفرعون وإني لأظنك يا فرعون مثبورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا وكلمة يا فرعون مثبورا ليس في هذا الأسلوب لين لكن موسى لجأ إليه بعد أن استنفد مسألة اللين وتغيرت ثبت فرعون على كفره وإلحاحه وعناده غير موسى أسلوبه عليه الصلاة والسلام فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وقد سبق في علم الله أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى لكن الله أراد أن يعلم من يدعو إليه كيف يدعو إليه ويتدرج في خطابه قال الله جل وعلا في الخبر نفسه لعله يتذكر أو يخشى قال أي موسى وهارون والآن هذا الأمر بعد التكليف قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى والمقصود من الأمرين أن لا يقبل منا لا حقا ولا باطلا قال الله جل وعلا لهما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى والله مع كل أحد يسمع ويرى لكن هذه معية خاصة لكليم الله وأخيه وهذا أعظم ما وقر به الإطمئنان في قلب رسول الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى ولو اخترت لك من ألفاظ اللغة ما اخترت لا يمكن أن أؤدي اللفظ الذي جاء به القرآن فيما يستقر كل من يقرأ القرآن ويفهم لغة العرب ووضوح الألفاظ أي طمئنان وصل إلى قلب موسى وربه يقول له إنني معكما أسمع وأرى وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية فإن فرعون لن يبطش ولن ينطق ولن يتقدم ولن يتأخر إلا بإذنه القدري جل وعلا وأنا معكما بنصري وتأييدي أسمع وأرى لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فأتياه أي فرعون فأتياه فقول إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى بآية من ربك أي جنس الآيات وإلا الآيات تسع كما سيأتي تفصيلها قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى هذا نوع اطمئنان وأسلوب في الكلام لكن هل هو تحية قال به بعض العلماء استنادا على ما ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث خطابه إلى هرقل وغيره كتب من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم أما بعد سلام على من اتبع الهدى وقال آخرون إنه ليس تحية بدليل أنه لم يأتي في أول الكلام ولكل وجه قد يكون ختم به موسى أمره وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون تحية لغيره والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى وهذه مرت معنا من قبل وقلنا إن الله حصر الخلود في النار على من اتصفى بصفتين الكذب والإعراض التكذيب والإعراض التكذيب والإعراض فكل كافر اجتمع فيه هذان الخصلتان فكل كافر تجتمع فيه هاتان الخصلتان إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى جاء ما يسمى هنا الآن عند البلاغيين إجاز حث والمعنى أن موسى وهارون قبل الدعوة وتوجه إلى فرعون وسواء طالت مدة وقوفهما بالباب أو لم تطل كم مكث الصلطفان فرعون في الدخول عليه هذا علمه عند الله اتقال بعض الناس أنه مكث أربعين عاما هذا بعيد وقال بعض الناس أربعون يوما وهذا لا يبعد والمعنى أنهما دخل عليه فلما دخل عليه وعرض عليه الرسالة قال فرعون فمن ربكما يا موسى فأجاب الكليم قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كان فرعون يعلم أن رب موسى هو الله لكن من باب الاستكبار وإظهار أن الله لا يستحق العبادة خوفا من انفراط قومه عنه فأجابه الكريم إجابا مختصرا قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الخلق مقدم على الهداية الخلق مقدم على الهداية والنعمة نعمتان نعمة خلق وإيجاد ونعمة هداية وإرشاد فمن حيث الترتيب الزمني فإن نعمة الخلق والإيجاد قبل نعمة الهداية والإرشاد ومن حيث كونها نعمة وفضل ومنة فإن نعمة الهداية والإرشاد أعظم من نعمة الخلق والإيجاد والله جل وعلا هنا لما كان يتكلم موسى عليه السلام ويبين فضل الله كان يتكلم عن القضية من باب ترتيبها الزمني ولما تكلم جل وعلا عن ترتيبها في الفضل قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان فقدم نعمة الهداية والإرشاد على نعمة الخلق والإيجاد واضح في سورة الرحمن أما هنا قدم الخلق لأن هذا يتكلم مع كافر ويريد أن يبين له الأمر قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى خلق الحيوان وهداه إلى ما ينفعه وخلق النبات والجماد وأضحى كل شيء يتصرف بالقدر الذي هداه الله جل وعلا إليه وهذا أمر محسوس الكلام فيه نوع من الترف الذي يكفي عنه إجاز القرآن هذا كله في الكلام عن ماذا؟ في الرسالة فرعون كان ذكيا فأراد أن يخرج موسى من جو الرسالة يخرجه من عالم الرسالات إلى عالم الحكايات فخرج قال ما بال القرون الأولى والقرون الأولى لا تعد كثر ولا أخذ موسى عليه السلام يعدد من هم قوم نوح من هم قوم ثموت ومن هم قوم عاد لا أضحى حتى الغلط يأتي على لسانه لأن هؤلاء لا يحصون والكلام فيهم لا يقدم ولا يؤخر وهذا الذي أراده فرعون أن يخرج بالخطاب عن مقصده من عالم الرسالات إلى عالم الحكايات قال فما بال القرون الأولى؟ فتنبه الكريم لمقصد فرعون فأجمل في الخطاب قال علمها عند ربي أي أنا رسول وهذا غيب ولا الطلاع للرسول على الغيب إلا بمقدار ما علمه إلا بمقدار ما علمه الله قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وهذه مرت معنى أننا نقول إن الله جل وعلا بكل شيء عليم وأن علمه جل وعلا يوصف لأنه لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان علم الله لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان ودليله هذه الآية على قول الكريم قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل يعني لا يجهل ولا ينسى نسيان معروف وأي أحد يأتيه النقص في علمه من عدة أوجه يأتيه في أنه يعلم ثم ينسى ويأتيه النقص في أنه يجهل ثم يتعلم ويأتيه النقص في أنه يتعلم ثم لا يحيط علما بما علم أو بما يعلم فتفوته أشياء وهذه الثلاث كلها منتفية في حق الرب تبارك وتعالى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ثم أخذ يعدد التعريف بربه قيل إن هذا من كلام موسى وقيل إن هذا من كلام الله والعلم عند الله قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ثم ذكر الخلق الذي جعل لكم الأرض مهدى وسلك لكم فيها سبولا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها هنا أراد موسى عليه السلام إذا قلنا إن الكلام لموسى في نفس السياق الخطابي إلى فرعون أن يعرف بربه وعندما تضرب أمثالا أو تعرف بأحد اذكر أقرب ما يكون إليه وألصق ما يكون بحياته لأن هذه لا سبيل إلى إنكارها ولهذا قال الله لمشرك العرب أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت لأنهم يغدون ويرحون معها فقالها قبل السماء وقبل الأرض رغم أن السماء والأرض آيات عظيمة باهرة وهذا لا يعارض لكن قدم ما هو الألصق حتى يكون أقرب إليهم فالمقصود من المثل تقريب الأمر وليس إبعاده فإذا كان المثل إذا ضرب يجعل القضية عائمة غير واضحة فإن المثل غير موفق ولهذا لما أراد موسى أن يعرف بربه قال الذي جعل الأرض مهدا خلق الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبل وأنزل من السماء ماء وهو الغيث والمطر فأخرجنا به أي بهذا المطر أزواجا من نبات شتى وقول الله جل وعلا أزواجا من نبات شتى شتى في كل شيء منهما يتأكله الدواب منهما يأكله بنو آدم منهما لا يأكله لا الدواب ولا بنو آدم إنما زينه للأرض منه الحامض منه الحلو منه المر منه غير ذلك أنواع شتى خلقها الله جل وعلا ثم قال جل وعلا كلوا وارعوا أنعامكم أي شيء لكم وشيء لدوابكم إن في ذلك أي في هذه الأمور كلها الدال على عظيم خلقه لآيات لأولنها وكلمة النها أي ذوي العقول ولم ترد في القرآن العظيم إلا في موضعين كلهن في صورة طاها لم ترد كلمة النها إلا في موضعين كلهن في صورة طاها قال الله جل وعلا ما بين أيدينا الآن إن في ذلك لآيات لأولنها وقال جل وعلا في خاتمة الصورة ذكر أخبار الأم السابق والكتاب واللزام والأجر المسمى ثم قال إن في ذلك لآيات لأولنها والمقصود أن أهل العقول هم أقدر الناس وأولى الناس وأشد الناس تهيئة لأن يعتبروا بما يرونه أمامهم ثم ختم الله جل وعلا هذا المقطع بقوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى والكلام كله عن الأرض وقد مر معنا أن خلق أبينا آدم مر بمراحل أولهن المرحلة الترابية من قبضة قبضت من الأرض من قبضة قبضت من الأرض هذا معنى منها خلقناكم باعتبار خلق أبيكم وإلا الناس خلقوا من نطفة وفيها أي في الأرض نعيدكم والمقصود أن الإنسان مرده إلى القبر وحتى لو قلنا إن إنساناً التقمه حوت أو افترسه سبع فإن الحوت والسبع مآله إلى أن يموت ثم مآله إلى أن يتحلل في الأرض فسواء تحلل دفن الشخص بطريق مباشر أو لم يدفن بطريق مباشر فإن مصيره إلى أن يكون ترابة يقول أبو العلاء المعري خفف الوطأ ما أرى هذه الأرض إلا من هذه الأجساد بأبياته الفلسفية الشهيرة غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترنم شادي رب قبر صار قبرا مرارا ضاحك من تزاحم الأضاد سر إن استطعت في الهواء رويدا إلى آخر ما قال في دالية معروفة المقصود منها أن الأرض أكثر وها أصلا موتى وقبروا فيها والله يقول وفيها نعيدكم ثم قال ومنها أي من الأرض نخرجكم تارة أخرى وهذا الإخراج يكون يوم البعث والنشور ويكون نبينا صلى الله عليه وسلم أول من ينشق عنه القبر فيجد أخاه موسى الذي نتحدث عنه الآن آخذا بقوائم العرش قال صلى الله عليه وسلم فلا أدري أفاق قبلي أي موسى أمجوزي بصعقة الطور وقوله أمجوزي بصعقة الطور أي أن نفخة الفزع أو الصعق لم يدخل فيها موسى عليه الصلاة والسلام وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري يقفل الباب في البحث في المسألة لأنه ما جهد